السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إدراء نارا فقالا لأهلهم كسو إني أنا صنارا لعلياتكم منها كبير بسرنا واجد على الناري بدا فلما أتاك نجيا يا موسى إني أنا ربك فأخلقنا عليك إنك بالواضي المقدسة وأنا أخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقجني صلاة الذكر إن الساعة تاتيتم أكدوك فيها لتجزة كل نفس مما تسعى فلا يسدنك عنها من لا يؤمن بها واتبعها وأهفذ رضا وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عسايا أتبكأ عليه أتبكأ أدوبها على غنمي ولي فيها مارد أخرى فألقى لا ألقيها يا موسى فألقاها فإذا هي حياة تسعى ولا أخذها ولا تخاف سنعذها سيرتها الأولى واذنم إذاك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آيات القرى اذهب إلى فرعون إنه طغى وعلى رب شرح لي صدري واسري لأمري وحل العقدة من لساني أفقه قولي واجعل وزير من أهل هارون أخشت به أسري وأشركه في أمري كي نصبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا موسى ولكتمنى عليك مرة أخرى إذا أوحينا إلى أمك ما يحانق فيه في التابوت فأخذ فيه في اليم فللقه اليمم بالساهل أخذه أعدو لقعد الله وألقيت عليك محبة مني ولتسنع على عيني إذ تمشير أختك فتقول هل أذلكم على من يكله فرجعناك إلى أمك كي ذكر عينها ولا تعزن ولا تعزن ووثلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتنا فلبست سنين في أهل مديان ثم جيت على قدرية موسى واستنعتك لنفسي إذ أذهب وانتوافوك بآياتي ولا تنيى في ذكري أذهب إلى فرعون إنه طغى فقول له قول اللينا لعله هو يتذكر أو يخشى فأتياه فقول إن رسول ربك فأرسل معنا من إسرائيل ولا تعزن بهم قد جيناك بآيات من ربك والسلام إنا قد وحي إذن أن العذاب على ما كذبت والله قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى قال فما بل القرون الأولى قال علموها عزنا ربك في كتاب لا يذل ربك ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدى ووسى مهدى وسلق لكم فيها سبولا وأنزل من السماء فخرجنا به قلوا ورعا ونعمكم إن في ذلك لآية اللي أولنه لآية اللي أولنها منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة المخرى ولقد أرينا آياتنا كلها فكذبا وأبا قالا جهتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى ولنا أتي أنك بسحر مثله فجعلنا بيننا وبينك موعدا لا نخلفوه نحن ولا أنت مكانا سؤال قال موعدكم يوم السينة وأن يحشر الناس الضحى فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قالا لهم موسى وإنكم لا تفتروا على الله كذبا فيصحيتكم بعذابهم وقد خواب من افترى فتناسعوا أمرهم بينهم وسروا النجوة وقالوا إنا ذاني لساحراني يريداني أن يخرجاكم من أرضكم بسعرهما واذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلا قالوا يا موسى إما أندرك وإما أنكون أولا من ألقى قالا بل ألقى فإذا حبالهم وعسيهم يخيلوا إليهم من استعلا فأجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى والك ما في يمينيك تلقف ما صنعوا إننا صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتا فأولك يا ساحرك السجد قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن أذان لكم إنه لكبيدكم الذي علمكم السعر ولو قطع عنا عيديكم وارجلكم من خلافهم ولو صلبرنكم في جذع النخل ولذعلموا الناب وأبقى قالوا لن نتياك وقالوا لن نتراك على ما جاءنا من البينات والذي خطرنا فقد ما فقد ما انتقاض إنما تغضي هذه الحياة الذنية إننا أمن بربنا ليغفر لنا خطيانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأتي الله ومن يأتيه مؤمنا ومن يأتيه مؤمنا وقضع من الصالحات فأولئك لهم الدرجات العولى جنات وعظم تجري من تحت الأنهاء الخالدين فيها وذلك جزاء من تسكى ولو دعوحي لينا موسى النسر بعبادي فاضرب لهم طريقا بالبحر يبسا لا تخاف ذنك ولا تشى فأضمعهم فرعون بجنوده فوشيهم من الأم ما وشيهم وظل فرعون قومه وما هدايا يا بني سرائي لك وذنجيناكم من عدوكم ووعدناكم جانب التور الأيمان ونزل عليكم المنا وسلوى قلوا من طيبات ما رسقناكم ولا تضغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوا وإني لغفر لمن تام وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى فما عجلك عن قامك يا موسى قلوا لهم على أثر وعجلت إليك يا ربي لترضى قلوا فإنا قدفت من بعدك واظل لهم الصمري فرجع موسى إلى قومه غضبا أسفا قلوا يا قومي ألم يعيدكم ربكم وعدا حسنا أخطوال عليكم العهد أمارتم من يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكن حم الله صارا من سينة القوم فقدفناها فقد ذلك القصمري فأخرج لهم عجلا جسد الله أخر فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسيه أفلا يرون الله يرجع أفلا يرون الله يرجع إليهم قولا ولا يرونهم ضرا ولا نفعا وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ مُوسَى وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَوْلُ يَاكَوْمِ إِنَّ وَفْتَنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِ وَاتِعُمْ عَمْرِي فَالُولَ النَّبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتْ يَرْجِعِ إِلَيْنَ مُوسَى قالوا يا هارون ما منعك إدراعيتهم ظلوا أَلَّا تَتَّبِعْنِ سَوَالَّا تَتَّبِعْنِ أَفْحَرْسَيْتَ عَمْرِي قالوا يا ابن أمّا لا تأخذ بالإحياتي ولا براسي إِنِّي خَشِيطٌ تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَا وَبَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَمْ تَرْكُبْ قَوْلِي قالوا فَمَا خَدْبُكَ يَا سَمِرِيُّ قالوا فَقَبَضْتُ قَبْضَتَ مِنْ أَثَرِ الرَّسُولِ وَكَذَلِكَ سَوَلَتْ لِي نَفْسِي قالوا فَاذْهَمْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَنْ تَقُولَ لَا مِسَاسَ وَإِنَّا لَكَ مَاوْعِدًا لَنْ تُخْلَفَهُ وَانْظُرْ إِلَى إِلَهِكَ الَّذِي ذَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَنُحَرِّقُنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْبَى إِنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَسِعَ كلَّ شَيْءٍ عِلْمًا كَذَلِكَ نَغُسُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءُ مَا قَدْ سَبَقَ وَقَدْ أَاتَيْنَاكَ مِنْ لَذُنَّ ذِكْرًا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة بسرة خالدين فيه وسألهم يوم القيامة حملة يوم ينفخ في السور ونشر المجرمين يومئذ صرفا يتخافتون بينهم إلا بثم إلا عشرة نحن أعلم بما يقولون إذ يطول أمثلهم طريقة إلا بثم إلا يوما ويسألونك عن الجبال فكل نسفونه رب نسفى فإذروا هاكوا وعنصوا فلا أقدروا فيها لا عواج له وخشعة الأسوات للرحمن فلا تسمعوا إلا همسا يومئذ لا تنفع شفاعة إلا من أذن الله الرحمن وراضي لهك ولا يعلم ما بين أيديهم وما أفل فهم لا يحضون به علما وعنت الأجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ذلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا ينفع ذلما ولا حظما وكذلك أنسلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه وعيد لعلهم يتقون الله ويحدث لهم ذكرى فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يخضى إليك وإن يخضى إليك وإخضى رب سدنا علما ولقد عهدنا إلى آدم منه قبل فنسيا ولم نجد له عزما وإذ قلنا للملائيكات هجدوا لآدم فسجدوا إلا يا آدم إن هذا عدو لك ولسوجك فلا يخرجنكما من الجناد فتشقى إنا لك لا تجوع فيها ولا تعرف أنك لا تدمع فيها ولا تضحى فوسوس الشيطان قال يا آدم هل أذلك على أشاجة ذلك الخلد وملك الله يبلغ فأكلا منها فوضت لهما سوءاتهم وتفعي اخصفاني عليهم من ورق الجنات فعسا ثم اجتباه ربه فذهب عليه وهذا قال اهبط منها جميعا بعضكم لبعض نعضبهم فإما يتينكم مني هدى فمن اتبعه هدايا فلا يذل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكر فإن الله ما عيشت هذا منكم ونحشره يوم القيامة عما قال ربي لما حجرتني عما قد كنت بصيرا قال كذلك آتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك ناسم من السياة ربه والعذاب الأخرة يشد وأبقى أظلم يهدي لهم كم أهلك نقبلهم من الكرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك الآية لأولنها ولولا كلمة سباقة من ربك لكان لسا مواجر مسمى فاسبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل تلوع الشمش وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطرف النهار لعلك ترضى ولمدن عينك إلى ما مطعنا به أسواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة وأستبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاكمة للتقوى وقالوا لو لا يأتنا بآيات من ربه ولم تأتي انبينة ما في الصحف الأولى ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبل من رسولا فنتمع آياتك من قبل أن نتخذها أم من قبل أن ذل ونخذها قل كل متربس فتربسوا فستعلمون من أسحاب الصيرة السبي ومن اهتدى صدق الله العظيم